اشتركوا في القناة في طيارات جوه الاسلام بتبيح الكلام ده واجه نفسك من الاسلام طيارات اشخاص افراد لو ما كانش عندك الطيار ده ما كانش حد تشجعه هم ما استغلوه سياسيا انا ما بقولش ان الطيار مش عنده هو استغلوا غزا سياسيا واجه نفسك عندك الطيارات ديت والناس بتتغز عليها وبيجبروا عليها احنا مستحلين يا جماعة كلنا دمنا حلال بالنسبة له كل حاجة حلال هو الدولة الاسلامية اللي في سوريا دون مين ما تقوليش مش مسلمين اللي في العراق مسلمين اللي بتعمل ده داعش ده واللي خدوا العيال بتوعجبها الصنجار وده محوم واغتصبوه كل دون مسلمين عجبلك التاريخ من الاول مسلمين اللي قتل سيدنا حسين مسلمين العقل لما باز والعقيدة مبوز بيحصل لأي حاجة حد كنية الحسين احنا مش مختلفين في ده لا يعني احنا بنناقش فكرك احنا بنناقش انه تم انه بيتم استغلال ده سياسيا والدول اللي غزة المتطربين دول سياسيا لغرض سياسي مش لغرض دين ما كانش حيتم استغلالك لو ما عندكش الفكر ده هو ليه ما اشتغلوش اديان تانية ليه بس المسلمين هم اللي بيعملوا الكلام ده مش مختلفة معك اشمعنا احنا يا جماعة الراجل اللي في امريكا اللي فتح النار على 18 واحد في مركز اجتماعي 18 الراجل في المخوة ايه الراجل بياتر بقول له الله اكبر هتقول لي ليس منا ومن وحتجيب لي حديث وآيات وبتاعه شافئة ولكن هناك من اخترع هذه العقيدة هناك من زورها هناك من حلاها هناك من صدرها يا جماعة الناس بتبقى داعش بالنت الناس بتقتل بالنت يعني يورو مقالة كده ينزل يقتل انتو عارفين يعني ايه يعني معايش الديتيلزة او التفاصيل الصغيرة دي حتجيبها فعندها ان واحد يقرر ينح حياته ده عامل ازاي ده ده مين ده ده رايح بيموت وعارف ان حي موت اطفال ورجال وستان وممكن يبا فيهم مسلمي وممكن يفيهم عرب ولا هم ولا ولا دعوة هو في دماغه فكرة هو هي دي المشكلة ما نواجه نفسنا بقى حكم في مشاكل دين في مشاكل فساد في مشاكل هو ده العالم العربي ما تواجهوا نفسكم هي دي الحقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة